بسم الله الرحمن الرحيم جماعة الإخوان المسلمون هيئة إسلامية جامعة ذات فكر ومنهج قويم تعمل على إحياء قيام الإسلام في المجتمع وتسعى لتخليصه من براثن الضعف والتخلف في المجالات كافة وأولها المجال السياسي بإنهاء الاستبداد بمختلف أشكاله وتحقيق الشورى وإقامة العدل في حياة الناس وفي ظل ما تعيشه مصر منذ عشر سنوات من واقع سياسي واقتصادي واجتماعي أليم أفرزه النظام العسكري بعد انقلابه على الإرادة الشعبية وانطلاقا من إدراك جماعة الإخوان المسلمون بوصفها جماعة وطنية مصرية لخطورة المرحلة التاريخية التي تمر بها البلاد فقد رأت الجماعة في ذكرى ثورة يناير المجيدة وما لها من رمزية في وجدان المصريين من ضرورة الإعلان عن معالم رؤيتها السياسية من خلال هذه الوثيقة نطرحها بين يدي الشعب المصري برموزه ومفكريه وجميع مكوناته أولا المشروع السياسي للإخوان المسلمون هو مشروع وطني حضاري جامع يهدف إلى تحقيق سلامة الوطن وتماسك المجتمع بكل مكوناته ولذلك فإن الجماعة تنتهج مسار المشاركة الفاعلة في الإطار الفكري للمشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي عن طريق الطرح المستمر للأفكار والمبادرات والرؤى ونتطلع إلى استعادة الشعب لإرادته وإنهاء الحكم العسكري الاستبددي في مصر بصورة سلمية والعودة لحكم مدني ديمقراطي مع العمل على تهيئة البيئة السياسية لتكون مؤهلة لإحداث هذا التغيير الضروري لانطلاق مصر نحو الازدهار الحضري الشامل تتشكل ملامح هذا المشروع من الأسس الأربعة التالية الوطن، الدولة، أساس الحكم، الممارسة السياسية أما الوطن، الحفاظ على الوطن وسلامة أراضيه وصيانة مقدراته وتحقيق الحرية والعدالة لكل مواطنيه هو من المقاصد العليا للمجتمع وتعمل جماعة الإخوان المسلمون وهي مكون أصيل من مكوناته على تحقيق هذه المقاصد بالتشارك مع كافة أبناء الوطن أما الدولة فتتبنى الإخوان هدف تأسيس دولة ديمقراطية مدنية حديثة مرتكزاتها الأساسية أنها دولة دستورية تقوم على عقد اجتماعي سابت مستقر مبني على الاختيار الحر المعبر عن إرادة الشعب وينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم دستور يتوافق عليه الشعب ويقره بالأغلبية وهي دولة سيادة يحترم فيها القانون الدستور والقانون من قبل الحاكم والمحكوم وتخضع فئات المجتمع ومؤسسات الدولة كافة لسيادة القانون بغض النظر عن التصنيفات والفوارق أو أي اعتبارات أخرى وهي دولة المواطنة تتسع لكل إنسان ينتمي إلى الدولة المصرية دون تمييز بسبب الدين أو العرق أو اللون أو الطائفة أو الفكر وهي دولة المؤسسات تقوم على الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية دون أن تتغول إحداها على الأخرى كما أنها ترتكز على الشوراء وليس على حكم الفرد وتعد المؤسسة العسكرية أحد المكونات الرئيسة للسلطة التنفيذية ويتشكل قوامها من أبناء الشعب المصري كافة وجميع أطيافه بلا تمييز ولا إقصاء وتقوم بدورها في حماية الأمن القومي للوطن والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه وتلتزم في أداء مهامها وفق الدستور والقانون ويحتاج واقع المؤسسة العسكرية الراهن إلى جهود إصلاح حقيقية مخلصة تضبط دورها بما يتسق مع وظيفتها الدستورية ويعزز صورتها الزهنية لدى الشعب المصري كمؤسسة وطنية خالصة أما أساس الحكم فهو يقوم في الإسلام على مبدأ الشورى الذي يجب أن يسود مؤسسات الدولة وهيئاتها المختلفة العدل هو أساس نظام الحكم في الإسلام فلا تقوم الدولة ولا تصان الحقوق ولا تؤدى الواجبات إلا بإقامة العدل وجدير بالذكر أن الإخوان لا يطلبون الحكم لأنفسهم فإن وجدوا من الأمة من يقوم بهذا العب وأداء هذه الأمانة بالشورى والعدل فهم جنوده وأنصاره وأعوانه وإن لم يجدوا فسيسعون مع القوة الوطنية كافة من أجل تحقيق هذا الهدف بالوسائل الديمقراطية وشعارهم في هذا نحن جزء من الشعب لا نتقدم عليه ولا نتأخر عنه أما الممارسة السياسية فالسياسة في فكر الإخوان جزء أصيل من مشروعها الإسلامي الشامل الذي ينطلق من منهج الإسلام والممارسة السياسية لدى الإخوان عمل منضابط بالشرح ينطلق من قيم ومبادئ ثابتة تبتغي به الجماعة مصلحة الوطن والأمة ونصرة الحق والأجر من الله تعالى والعمل السياسي والمشاركة السياسية في المجالات كافة حق لكل مصري وواجب أيضا كما أنه ليس من حق أحد أن يحتكر الوطنية أو العمل الوطني أو أن يخصي أحدا عنهما وتؤمن الجماعة بالتعددية الحزبية والسياسية وما يتطلبه ذلك من حرية العمل للأحزاب وإقرار الحريات العامة والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات ديمقراطية نزيهة بآلية دستورية وقانونية دون وصاية من أحد غير الشعب المصري كونه المصدر الوحيد للشرعية ثانيا منطلقات العمل السياسي لدى جماعة الإخوان المسلمين المنطلق الأول ما حدث في الخامس والعشرين من يناير 2011 هو ثورة شعبية سلمية نبيلة شارك فيها المصريون جميعا والإخوان جزء منهم وما تل الثورة من حراك سياسي واجتماعي شارك فيه الإخوان مع القوى الوطنية كافة جاء انطلاقا من مشروع سياسي يستهدف مصلحة الشعب والحفاظ على ثورته وقد نال هذا المشروع السياسي لجماعة الإخوان المسلمون تأييدا شعبيا واضحا في عدة استحقاقات دستورية حاز فيها حزب الحرية والعدالة الأغلبية في البرلمان وفاز مرشحهم الدكتور محمد مرسي رحمه الله في انتخابات رئاسية تنافسية نزية لم تشهدها مصر من قبل وقد حقق رحمه الله منجزات على أرض الواقع خلال الفترة القصيرة التي تولى فيها حكم مصر وكان هدفه الأبرز أن تمتلك مصر إرادتها من خلال تحقيق الاكتفاء الزاتي في إنتاج الغذاء والدواء والسلاح المنطلق الثاني الجماعة بقيادتها ومؤسساتها واتساقا مع موقف الشعب المصري توصف ما حدث في الثالث من يوليو في 2013 بأنه انقلاب عسكري على نظام حكم مدني ديمقراطي منتخب فضلا عن كونه انقلابا على مكاسب الثورة وإرادة الشعب المصري بأكمله وسيظل النظام الناتج عن هذا الانقلاب فاقدا للشرعية مصاحبا للاستبداد والفشل في إدارة البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا إذ وصلت مصر إلى الحال الذي وصلت إليه اليوم مع إيماننا بأن تحقيق أهداف الثورة في العيش والحرية والعدل الاجتماعي والكرامة الإنسانية هي مسؤوليتنا جميعا المنطلق الثالث السلمية هي خيار الإخوان المسلمون السابت في وسائلهم نحو التغيير بما يحفظ المجتمع من الاحتراب الداخلي والدولة المصرية من الانهيار والنضال السلمي يجسد روح القانون ويبلور إرادة العيش الواحد ويحافظ على وحدة الوطن وانسجام مواطنيه ويقضي على نوازع الغلو ومخاطر التطرف أيًا كان مصدرها سلطة مستبدة أو هيئة جامحة أو فئة خارجة أو أفراد متفلتين المنطلق الرابع تدعم الجماعة التواصل مع القوى والتيارات والرموز الوطنية كافة من أجل تقديم رؤية مشتركة للتعامل مع المشهد الحالي وما يستلزمه من إعادة بناء اللحمة الوطنية من خلال مصالحة شاملة وتطوير علاقة القوى السياسية فيما بينها بما يسمح ببناء الثقة بين كل الأطراف الذي من شأنه تحقيق النجاح في بلوغ التغيير الآمن المنطلق الخامس ترى الجماعة ضرورة التأسيس لحالة مستقبلية تتجاوز جميع أشكال الاستقطاب السياسي والأيدولوجي والديني والمجتمعي نظرا لما يمثله من خطر على الانتقال السياسي السلمي المنطلق السادس الإخوان لا يرون أنفسهم بديلا عن الشعب أو ممثلا وحيدا له ولا يحتكرون الوطنية ولا العمل الوطني ويعتقدون أن الوطن يسع الجميع ويجعلون هذا محددا في تقدير المصلحة الوطنية في أي حراك مستقبلي المنطلق السابع ترى الجماعة ضرورة تضافر القوى الوطنية لإزاحة الحكم العسكري الاستبدادي واستعادة الحالة الديمقراطية من خلال رؤية مشتركة للتغيير كما ترى أهمية وجود مرحلة انتقالية توافقية تليها مرحلة تشاركية يتحمل فيها الجميع المسئولية فلن يستطيع فصيل بمفرده أن يتحمل مسئولية إدارة الدولة بعد بلوغها المرحلة الحالية وصولا لمرحلة التنافس الحقيقي المنطلق الثامن ترى الجماعة أن حقوق شهداء الثورة المصرية في كل مراحلها هي حقوق شرعية قانونية لا تسقب بالتقادم ولا يمكن لفرض أو جهة أن تفتأت عليها كما ترى وجوب تحقيق العدالة الناجزة فيها المنطلق التاسع تمثل قضية المعتقلين السياسيين من أبناء الوطن قضية رئيسة لجماعة الإخوان المسلم وعلى رأس أولوياتهم وتدع الجماعة إلى تحرير المعتقلين السياسيين كافة وفوراً وإسقاط التهم والأحكام المسيسة الجائرة ورد اعتبارهم وجبر الأضرار التي وقعت عليهم عاشراً ترى الجماعة أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب والمسلمين الأولى وهي رمز للتحرر في العالم أجمع وأنه لا سبيل لتحرير الأرض والمقدسات ورفع الظلم إلا بمقاومة المشروع الصهيوني الاستطاني وداعميه من قوى الاستكبار العالمي واستنهاض الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم لمناصرة القضية والقيام بواجبها وتؤمن الجماعة بمركزية القضية الفلسطينية وتأثيرها على السلم الإقليمي والدولي وارتباطها الوسيق بالأمن القومي العربي المصري وعليه تؤكد الجماعة على دعمها للشعب الفلسطيني وحقه في مقاومة الاحتلال بوصفه مشروعاً تقره جميع الشرائع والمواسيق الدولية جماعة الإخوان المسلمون